السلام عليكم متابعينا الكرام مرحبا بكم معنا في فيديو اليوم اه اذا اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو قد نمروا معلومات مهمة جدا كتعلق بالضمان الشيماعي اه انا اكيد يعني انكم سمعتوا بها من قبل او لا بشي قناة اخرى او لا احتى في الضمان الشيماعي لذلك انصحكم باش يعني اه تابعات السلسلة هذه اللي غتكون مهمة جدا بالنسبة لأه الناس اللي عندهم تغطية صحية في الضمان الشيماعي قد نطرقوا لموضوع الاول في هذه السلسلة اللي هي اه نسبة التغطية ديال بعض الامراض المزمنة او الامراض المكلفة اه ايضا نسبة التغطية اه بالنسبة العمليات الجراحية والعمليات الزرع الاعضاء تنك اه تابعونا ان شاء الله في هذا الفيديو قد نشرحوا بتفصيل اه هاد المواضع الثلاثة كما ذكرت وقدي نشوفوا نسبة التغطية ديالهم انا قدي نخصوا كما قل سلسلة اه حلقات خاصة بالضمان الشيماعي ونشوفوا يعني جميع الحالات فان ننصحكم يعني بالنسبة للمتابع الجدود بالاشتراك في القناة تضغط على الزر لايك وتتبع يعني هاد السلسلة ان شاء الله اللي غي يكون فيها مواضيع خاصة بالضمان الشيماعي كما قلت مواضيع مهمة جدا فتابعونا بعد الفاصل اه اذا مرحبا بكم باش يكون يعني الامر رسمية ونكون يعني مواضع اه الخاصة اللي كنترحوها في القناة مواضيع يعني اه ذات مستقية غدي نشوفوا معكم مباشرة من الموقع الخاص بالضمان الشيماعي باش غدي تشوفوا معنا ان شاء الله اه نسبة ديال تغطية صحية ديال العمليات الجراحية والامراض المكلفة كما قلت وغادي نبدو بنشرحه اولا النسبة اللي هي معروفة اللي كيغطيها الضمان الشيماعي اه اولا ديال التعويض اللي هي معروفة عن الجامع اللي هي سبعين في المياه من يعني من مجموعة اه العمليات الشفائية اللي كنديرو كترجعنا الضمان الاجتماعي سبعين في المية من المبلغ اللي كنخسره يعني في تلك العمليات كما قلت الجراحية والاستشفائية وكيبقى يعني على عاطق الشخص المنخارط او للشخص اللي مستفد من التغطية الصحية كيكمل تلاتين في المية يعني كيخلصها اه هو يعني من الحساب الخاص دياله اه كما هو معرفة بالنسبة لسنة الفين وثمانية وسنة الفين وتسعود وتلتاش تم اضافة مية واستين حالة مرضية اللي اه زادوا يعني في النسبة ديالستشفاء ديالها او للنسبة تعويض وتضافت يعني للقائمة الامراض اللي يغطيها الضمان الاجتماعي. وغدين بدأوا اه من مسألة الاولى اللي الكسير كيجه لها اه هو ان الضمان الاجتماعي كله يغطي لك نسبة ديال زرع الاعداء بواحد الان نسبة اللي هي اه كيم ما غادي نشوفوه اه مئة في المئة كيم ما كنشوفوه بالنسبة لكل عضو على حي ده وغادي نبدأو بالنسبة لزرعة العادة ضمج جماعي الكيلية يعني النسبة Μية في المية الن operators الذين يستخدمون إلى زرعة الكبير مئة في المية القلب مئة في المية عدسة العين مئة في المية النخل العاظمي مئة في المية هذه التعجيل الجامع كما يتم Spoklevesi النسبة ، فهي المئة في المية esta التقطيع입니다 مثلا للا كان آآ المبلغ الزرعة الكابت فيكة عشرين مليون درهم على المسخص deliver on Minus يمكن rumor تخلصها يعني مسبقا او تطير دوسي دي بخيزون شارج وغادي يعني تستفيد مباشرة بتغطية ما تخلص تشي حاجة يعني في الدبار دونك هذا هو يعني القائمة الاولى وغادي ندوزو العمليات الجراحية دونك الجراحة القلبية دي القلب كين اعتيلة لاتصممة القلب الرئوية مئة في المئة اعتيلة لات القلب الخلقية مئة في المئة مرض شرايين التاجية مئة في المئة الامراض التي ستطلب وضع ببارس ماركي يعني واحد لباراي مئة في المئة اعتيلة لاتمزمنة للشرايين مئة في المئة نظن كما كنشوفوه فالجراحة القلبية يعني جميع الحالة ديالها تقريبا كتغطيها الضمان الجماعي مئة في المئة بالنسبة الامراض الخطيرة والامراض المكلفة اللي كترتب عليها عجز فكين او واحد القائمة طويلة قدي نخلي لكم ان شاء الله واحد الجدول يكسعيل في هاد القائمة هادي على نسبة التغطية ديالكل اه ماراد على حي دا كما غدي نشوفوه هو هادا قدي نخلي لكم اسفل الفيديو ممكن لكم تتحملوه او اللي تشوفوه يعني معنا من الموقع كما كنشوفوه فا اه نختاروا مثال نزيف اه الدماغ او النخاء الشوكي 90% نسبة تغطية ضم الاجتماعي لاورم الخبيثة او سرطان دام 95% فقرة ضم اه المزمن او الشديد دونك اه لائحة طويلة غادي ان باش من نطورش عليكم غادي تيمكن لكم كما قلت تحملو هاد الجدول هادا فانا خليت لكم يعني النسبة ديالالتغطية الصحية لكل ماراد وغادي يمكن لكم يعني تطالعوا عليها وتشوفو يعني النسبة ديالتعويض او النسبة ديالتغطية الصحية اللي كيغطيها الضمان الجماعي فكما كتشوفو معنا في الطابلو اه فاتقريبا 90% تلتماني في المياه ديالالتغطية كيغطيها الضمان الجماعي ممكن للاحسن اي شخص يعني مقابل على استشفاء او العلاج او عملية يشوف هاد القائمة ويعرف يعني نسبة تعويض ديالها اه عافنا الله وإياكم طبعا اه هذا نديره بالنسبة للناس اللي كيمشيوا الاستشفاء وغادي يعرف يعني نسبة ديالتعويض اللي غادي تكون ويقدر يعني جدا وكتخفف يعني على الشخص المنخارط وكيبقى يعني واحد الفرق بسيط اللي كيكمله كما قلت كينين اه النسبة اللي كين ديال العملية الجراحية كما شفونا فهي مئة في المئة يعني ما كيخلص المؤمن له تشي حاجة دونك اه كيبقى يعني كما قلت خاص يكون واحد دوسي اه بكيت وجدوه اه اللي كيتسمى بخيزون شارج اللي غادي نخصوله ان شاء الله حلقة في هاته السلسلة هذي ان شاء الله باش نشوفوه يعني شنو هما الاجراءات او الاوراق اللي خصتك تجمع او شنو هوا يعني اه الشهورات اللي خصتك توفر بيك لا اه يعني باش تسافد من هاد اه يعني نسبة تعطية الضمج جمعي دونك اه بالنسبة الناس اللي اه من خارطين في المساهمة المهنية او الناس المقاولين تاتين او اللي بيرسون فيزيك فالشرط الاستفادة هو انهم يكونوا بخلصوا للشركات ديلهم يعني يكونوا بكاردة د دواك لتريمس ديلهم ديل الدمر الشيماعي اما بالنسبة الاشخاص اللي كيشتغلوا في القطاع الخاص او في الشركات فخاصهم يعني الشركة ديلهم متصرح بهم وتكون كاتخلص علي الشركات باش يعني متحط دوسة ديارك لإستفادة HTML يعني تم ريجابة عليه وتكون يعني نسبة تقطية الضمج جمعي مضمونة ان شاء الله مئة في المئة اه بالنسبة الناس اللي كان قاعدين على العمل كيكونون يعني مسرحين كين كلا chaque من التغطية الصحية ومن هذه العمليات كما قلت لمدة ستة اشهر من بعد منها يعني ممكن يبقاش عنده الحق في الاستشفاء اولا في استفادة من خدمات الضمان الاجتماعي هذا بالنسبة لناس ديال القطاع الخاص وبالنسبة الناس كما قلت اللي اه تم اه تشجيل ديالهم اخران لهم الناس المساهمين المهنية والناس ديال مقاولين الداتيين والاشخاص العاديين والداتيين فهذا كما قلت الشرط الوحيد هو يكونوا بخلصهم للشراكة ديالهم بش يستفدوا من هد يعني هد آ النسبة التغطية وبالنسبة للضمان الشيماعي وغدا ينخلي لكم ان شاء الله آة طاب لوق banget هد يعني العمليات الخاصة بهذا الامراض والنسبة التغطية ديالهم بش يعني تقوموا بتحميل ديالها ومت projections العديدو بها ان شاء الله تعالى نتمنى يعني يتكونوا مخططوا معلومة جديدة وتستفدوا منا ان شاء الله فتابعونا ان شاء الله فالحلقة قد يكون فيها معلومة جيد جيد مهمة كما قلت هذه المرة على القناة. فيبقوا معنا ان شاء الله في الفيديو القادم. شكرا لكم و الى اللقاء.